وتتحت في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل حول مواجهة التحديات وتحديد الاستراتيجيات في الملاحقات المحلية لاتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضمن برامج دعم اللجنة الوطنية للتحقيق فدعات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية وبتمويل من الخارجية الهولندية كلمات الافتتاح التي ألقاها وزير العدل القاضي بدل العارضة والمحام العام للجمهورية القاضي فوزي سيف ونائب رئيس اللجنة الوطنية القاضي حسين المجدلي والمدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية آنا مريم ومدير برامج اليمن في المركز الدولي نور البجالي أكدت أهمية تعزي حقوق الإنسان في اليمن والبدأ بالمحاكمات من خلال قضاء متخصص ومؤهل والاستمرار في دعم جهود اللجنة الوطنية ومساعيها في تحقيق المسائلة وإصاف الضحايا وفي كلمة لها ثمنت نائب سفير المملكة الهولندية لدى اليمن ماريكا وبردات جهود اللجنة خلال سبع سنوات من التوثيق التام للانتهاكات والوصول للضحايا مشيرة إلى أهمية دعم كل السبل التي من شأنها أن تحقق السلام العادل والشامل في بلادنا وأن تحقيق العدالة وتوثيق الانتهاكات من أولويات مملكة هولندا كما أكدت على مواصلة دعم اللجنة الوطنية وجهودها في توثيق الانتهاكات في اليمن لما لها من دور فاعل وأهمية كبيرة وتطرقة الورشة التي يشارك فيها أعضاء اللجنة الوطنية ورئيس هيئة تفتيش القضاء وممثلون عن السلطة القضائية وتستمر لمدة ثلاثة أيام إلى التعرف على أبرز التحديات التي واجهها القضاء واللجنة الوطنية في مجال تحقيق العدالة الانتقالية ومناقشة أليات المحاسبة والسراتيجات التقاضي والملاحقة القضائية وطرق توفير المحاسبة في عمليات العدالة الانتقالية إضافة إلى مواضيع تحضير ملفات التقاضي المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والوفاة والتعذيب أثناء الاحتجاز ونوع الأدلة التي يجب جمعها وكيفية تقديمها وإدراج الجرائم الدولية في لوائح الاتهام المحلية